أكثر من 47 بلدية من بين 57 استفادت مصالحها من خدمة إصدار الجوازات البيومترية بفروعها ليدارية العملية التي انطلقت رسمياً بحر الأسبوع الجاري في إطار المخطط الحكومي لضمان عصرانات المرفق العام اعتبره بعض المسؤولون حلاً لأزمة الطوابير الطويلة والبيروقراطية التي تشهدها بعض الإدارات يعني الحمد لله الضغط من قسر البرهان راه هنا شوفيش حاري الساعة وكملنا يعني الحمد لله بغا بوغ للسابق رانا الحمد لله إصدار جوازات السفر البيومترية وإن مرت في أيامها الأولى ببعض العراقل التقنية في بعض البلديات إلى أنها سجلت انخفاضاً محسوساً في الضغط التي كانت تشهده العديد من المقاطعات الإدارية كان هناك مشاكل تقنية على مستوى بين المركز وبين البلديات يعني المهندسين طوالنا راه هم صهرانين باش يسووا كوم الوضعية على مستوى البلديات المقاطعة الإدارية لحسين داي سجلت انخفاضاً في عدد الملفات مودعة حيث انخفض عدد الملفات من 180 ملف إلى 60 ملف في أول أيام انطلاق العملية في المقابل وصل عدد الملفات المودعة على مستوى بلدية القبة التابعة لذات المقاطعة إلى 120 ملف تحسين تقديم الخدمات الإدارية والعمومية للمواطنين هي الخطوة التي تراهن عليها الدولة وتعمل السلطات المحلية على تجسيدها على أرض الواقع لكن العملية التي يراهن عليها الجميع تبقى مرهونة بمدى تحكم الإدارة في تسيير الموالد المادية والبشرية التي تم توفيرها لضمان نجاح العملية